بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم شخباركم ان شاء الله الكل بخارج عنكم بحلقة جديدة عن بوب جي موبايل والهوم يا اصدقائي راح اشرح لكم شحن شدات بوب جي موبايل عن طريق الرصيد او عن طريق السيم كارت او عن طريق الزين اه العفو سيم كارت اسيا او سيم كارت زين فقبل ما ندى المقطع يا شباب اتمنى معكم تخلو اللايك المقطع وان ما مشترك بالقناة يشترك ويفعل زر الاشعارات فما طول عليكم بالمقدمة خلوكم مع المقطع اوكي اصدقائي طبعا بالبداية لازم ننوع على الشغلة واحدة قبل ما انت تريد تشحن شدات بوب جي موبايل عن طريق موقع موقع الشركة الرسمية عن طريق انه هو حسابك او السيم كارت ماتك او السيم كارت ماتك مال زين تمام الزين لي هو الاثير تمام فقبل لهذه قبل لو انت تريد تشحن لازم تتأكد من شغله وحده اول شي تكون حافظ اي دي ماتك تمام لازم انت تكون حافظ اي دي ماتك مثل ما تشوفون انا حافظ اي دي ماتي اللي هو خمسة واحد سبعة خمسة اثنين ثمانية اربعة ثلاثة سبعة هذا اي دي ماتي حافظة احافظ اسمي ليش لكن اقول للكم ليش Hack إننا فلم يكن تعدا تحريرها во little simcard فهذا المقتر سوف ننتقل سوى للموقع حتى نشحن ببط tatsächlich soop قبل ننتقل للموقع لازم تحفظون الشادات اللي موجودة عندي عندي ثلاثة الاف شدة ومئتيين وثمانية وسبعين تمام فرا هروح ننتقل للموقع حتى نشحني شادات ونجي هنا نشوف شادات وصلت عندنا او لا اوكي اصدقائي انتقلنا وياكم للموقع مثل ما تشوفون يا اصدقائي هذا هو موقع الشركة الرسمي راح يكون باول تاليك مثبت ان شاء الله اللي هو www.medispy.com تمام هذا هو موقع الشركة الرسمي طبعا اول ما تجي لموقع بهذا الرابط راح تفتح لك الصفحة او تظهر لك الصفحة بهذا الشكل. هسا حاليا احنا نريد نشحن شادات بوبتي موبايل عن طريق سيم كارت او عن طريق سيم كارت الاسياسل تمام فهنانا عدنا على الجهة اليمنى المثل ما تشوفون هناك عدنا انت تتحدد على اي اي شي تشحن يعني تريد تشحن على فيزا كارت ماستر كارت او بطاقات اخرى او تشحن على كورك او اسياسل تمام فهنان انا راح اشحن على اسياسل لازم اخلي صاح على اسياسل طرعت للعروض اللي موجودة عدهم تمام قبل ما نشحن بسيم كارت اسيا اذا شتشحن لاول مرة بسيم كارت اسيا راح يخصمون رصيد من عندك خمس تالاف اه خمس يعني خمسة اه خمس تالاف اه خمس تالاف دولار رايقصمون يمك خمس تالاف رصيد اسيا بس مين مين طوك شدات ليش هذي يعتبر انه هو ضريبة يا خمس تالاف اه خمس تالاف اه دينار عراقي او خمس دولارات مثل ما انتم سموها هو الرصيد خمسة الاف بدون ما يوصل لك شدات فحتا لاحد يقول اخذوا الرصيد وما جاهدت لشدات. اذا كانت مى اول مرة تشحن به اول مرة رح يأخذون من عندك خمسة الاف اللي هو ضريبة. فاني عندي ضريبة ماخذيها من عندي سابقا. فحاليا ما رح هيأخذون من عندي ضريبة لان الضريبة تأخذ مرة وحدة فقط. فهس احنا رح نشحن شدات ، للتجربة راح اشحن اللي هو تلاتين. مرح اشحن ستين. للتجربة را اشحن تلاتين شدة. تمام توصلني واحد وثلاثون شدة. اول ما ضغطت علي هين. اول ما ضغطت على الثلاثون شدة اللي هي سعره ستمائة دينارة يعني اقل الالف. تضغط عليها راح يظهر لك هذا الشكل. طبعا حتى بل موبايرا ست راح تفعل لك بنفس الشكل. راح يقول لك هنا ايد ماتك. مثل ما تش Launch them. اwirtschaft موجود راح يدوس عليه اوكي بعد ما ندوس اوكي يظهر الاي دي مالتك هذا هنا شوفو ويظهر اسمك مثل ما تشوفون بحسابي حسن اش كي والاي دي مالتك هذا نفس اللي شفتو تمام شو يقول لك قل لك الشراء انت راح تشتري واحد وثلاثين شدة تمام واحد وثلاثين شدة السعر الحالي اللي هي ستمية دينار عراقي ياخذه من رصيدك الاسيا تمام يقول لك تريد تشحن هنا على الفيزا كارد او تشحن على الاسيا سيل او تشحن على زين فاحنا راح نجرب نشحن على اسيا سيل او تمام راح ندوس هنا دفع بعد ما اختارين الاسيا سيل راح ندوس دفع او نضغط على الدفع مثل ما تشوفون يا اصدقائي هنا راح يحولنا على صفحة الدفع حتى نكمل عملية الشراء الشدات من الموقع الشركة الرسمي اول ما يظهر لك الموقع بهذا الشكل طبعا هنا اه اكو مثل اللي قلتشنا راح يقول لك لا انت تشتر واحد شدة مقابل ستمائة دينار لا احنا نشتر واحد ثلاثين شدة تمام هنا نتحدد اللي هو الشركة تمام مثل ما تشوفون اختر مشغل الشبكة اللي هو سيم كارد ماتك كورك لو اسيا اسيا سيل انا نسمي كارد ماتي اسيا سيل راح ندوس على اسيا سيل تمام هنا المربع اللي تحت تكتب رقمك تكتب رقمك بدون الصفر يعني شي يصير هنا عدنا هنا زائد تسعة ستة ربعة يبدأ رقمك سبعة سبعة وتكمله تمام ما يصير تخلي صفر سبعة سبعة لا تيجي تبدي سبعة سبعة وتكمل الرقم تمام طبع رقمك راح احق فيه اكيد وبعدها راح تضغط اوكي بعد ما تضغط اوكي هنا راح تطهر لك او تظهر لك بالصفحة انه انت لازم ترسل الرسالة للرقم اللي راح ينطيك ايات تمام طبعا هنا هو راح ينطيك رقم مثل ما تشوفوني يا صدقائي انطيعنا الرقم يقول لك ارسل كلمة بوبجي هاي كلمة بوبجي الى الرقم اثنين اربعة ثلاثة اثنين تفتح موبايلك انا حاليا فتحت موبايلي اللي بي سيم كارت الاس ي Опسل تمام راح اكتب الرقم اللي هو اثنين اربعة تمام ثلاثة اثنين هاي شنو هذا الرقم هذا الرقم اني راح ارسله كلمة بوبجي يعني مكان ما تخلي مثلا تسمى رسالة للشخص مكان الشخص اذا تخلي هذا الرقم راح ارسله كلمة بوبجي يكون كابيتال تمام لغة انجليزية سوي كابتال واكتب بو جي تمام نكتب كلمة بوب جي بعد ما كتبنا كلمة بوب جي ش راح نسوي راح نضغط على ارسال شو نسوي نرسل الارسالة الى هذا الرقم اللي هو اثنين اربعة ثلاثة اثنين تمام فرح نضغط على ارسال على الرقم اللي هو اثنين اربعة ثلاثة اثنين ونضغط على اوكي وبعدها راح ندوس ارسال مثل ما تشوفون يا صدقاء حاليا انا انا قللي تمت عملية الشراء بنجاح اشتريت واحد شدة احنا ما اشترينا واحد شدات انا اشترين واحد وثلاثين شدة فرح ندوس اغلاق وراح يرجعنا لصفحة الدفع تمام او صفحة الشراء مثل ما تشوفون يا اصدقائي هنا انا يقول لي تمت اه الشراء او تم الشراء طلع العلامة صح انه تم الشراء تفاصيل الطلاب يقول لك انت اشتريت ثلاثين شدة تمام وهنانا بستمائة دينار عراقل تمام راح تضغط على نعمة وتطلع من الصفحة راح يكون انا راح ادوس العودة الى المتجر هنا احنا اشترينا الشدات تمام فهنانا راح نروح نشوف شداتنا او اللي وصلت للحساب بالوقت الفعلي لا لا مثل ما تشوفون يا اصدقائي هنا عندنا الشدات تغيرت صارت عندنا ثلاثة الاف شدة وتلاثمية وتسعة شدة فمثل ما شفت يا اصدقائي هنا احنا شحن شدات بوبتش موبايل عن طريق الرصيد اللي هو اسيا سيلا اوكي اصدقائي طبعا اللي هنا وصلنا الانات المقطع لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب مشاركة المقطع اصدقائكم وبس اشوفكم بخير اشتركوا في القناة